ينضم إلينا من موسكوى الدكتور رامي القليوبي الأكاديمي والبحث السياسي دكتور رامي أهلا بك على شاشة الغد يعني زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمركز عمليات الجيش الروسي في روستوف ما الذي تمثله هذه الزيارة خاصة في هذا التوقيت؟ في الواقع هذه ليست أبو الزيارة من نوعها يقوم بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلا مراكز قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وفي إحدى المرات حتى زار مدينة مريوبل التي شهدت معارك طاحنة وحصارا استمر لفترة طويلة في الربيع من العام الماضي ولكن اللافذ هذه المرة أن بوتين يزور مدينة كانت في الواقع هي مركز تمرد شركة فاجنر العسكرية الخاصة في يونيو الماضي هنا فعليا أعلن مؤسس المجموعة إفجيني بريغوشون عن إحكام السيطرة على مجموعة من المنشآت العسكرية وعن زحف قوته باتجاه موسكو قبل أن يتم احتواء الواقع فعلى هذا الصعيد يمكن كراءة هذه الزيارة لبوتين على أنها رسالة طمأنة للداخل والخارج على أن زمام الأمور تحت السيطرة طيب هناك أيضا تصريحات لوزيرة الخارجية الروسية سيد سيرجيل لفروف وتبريره لامتلاك روسيا وبلادي للسلاح عنه ربما تحمل هذه التصريحات في طياتها الكثير دكتور رامي بالفعل هذه التصريحات لافتة هدلة بها وزير الخارجية الروسية سيرجيل لفروف لمجلة الحياة الدولية الروسية والأهم فيها أنه أكد على الطبع الدفاعي للترسانة النووية الروسية وأن امتلاك روسيا سلاحا نوويا يشكل رضعا للتهديدات وكذلك حمل الغرب المسئولية عن إقامة تحالف نووي يهدف إلى الحق هزيمة استراتيجية بروسيا وهنا يأتي هذا صوت لفروف فعليا يؤكد على خطوط روسيا وكذلك خطوط الغرب الحمر في مسألة عدم الانجراف للمواجهة العسكرية المباشرة بين روسيا ودول حلف النيتو والتي انحدثت يمكن أن تؤدي إلى الانزلاق إلى حرب نووية وهذا يؤكد مرة أخرى أن دروس أزمة السواريخ السوفيتية في الكريبي هنا كان العلم على حافة حرب نووية في عام 1962 رغم مرور أكثر من 60 عاما عليها لا تزال رسخة في عقول الحكام في موسكو وواشنطن أيضا بالضبط ولكن دكتور رامي هذه التصريحات ليست بالجديدة كان هناك أيضا تصريحات من قبل مسؤولين روس تحدثوا أيضا عن السلاح النووي الذي تمتلكه روسيا وأهميته في ردع أي تهديد فيما يخص الأمن الروسي في الواقع التصريحات السابقة لسيما تلك الصادرة من نائب رئيس مجلس الأمن دمتري ميدفيديف كانت أقرب إلى تهديد وقت الويح بالعصى السلاح النووي وهي فعليا أضرد بروسيا كونها أفقدت السلاح النووي قدرته على الردع نظرا لكسرة التلويح به لكن تصريحات لفروف يأتي لطمأنة والتأكيد أن روسيا لن تستهدم السلاح النووي سوى لأهداف دفاعية إذا ما تحدثنا حول حجم المساعدات الغربية المقدمة للجانب الأوكراني كبيرة وتزداد يوما بعد يوم الآن الولايات المتحدة تتحدث عن مد أوكرانيا بطائرات F-16 ربما هذا يقلب موازين المعادلة العسكرية على الأرض دكتور رامي صحيح منذ بداية الحرب في أوكرانيا يرفع الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة شيئا فشيئا مستوى الأسلحة المقدمة لأوكرانيا بدءا بأسلحة دفاعية بامتياز ثم الانتقال إلى الصواري هايمرس علية الدقة ووصولا إلى الدبابات ويجري الآن كما ذكرت الحديث عن المقاتلات والتي ستشكل خطورة من جهة ناقل المعركة إلى الجو وكذلك هناك تساؤلات من أي مطارات ستقلع هذه الطائرات وما إذا كانت البنية التحتية للطيران في الاتحاد الأوروبي أو دول حلف النيتو ستستخدم لذلك هل سيؤدي ذلك إلى المواجهة المباشرة بين روسيا والنيتو كل هذه الأسئلة لا أجوب عليها حتى الآن ولكن حتى هذه الطائرات هي لا تجعل أوكرانيا قادرة على إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في ساحة المعركة أشكرك شكرا جزيلا لك الدكتور رامي القليوب الأكاديمي والباحث السياسي كنت معنا من مذكور